خصوصا في ظل وجود تحكيم مصري خلاص هو تحكيم مصري هو اللي هيحكم هذه المباراة الاهلي والزمالك مباراة يقودها حق طاقم تحكيم مصري طاقم تحكيم مصري الأغلب هو كابتن محمد عادل لأن تم أنباء بنقرأ أنباء وبنسمع أنباء وبنعرف من هنا ومن هنا ومن مصادرنا هنا وهنا كابتن محمد عادل واحد من الحكام الجيدين ما حكمش مباراة اهلي وزمالك قبل كده عايزة أقول لحضراتكم يعني برضو كابتن محمد عادل أدار 17 مباراة للأهلي على مدار التاريخ الأهلي حقق الفوز في 13 مباراة تعادل في 3 مباراة خسر في مباراة واحدة أدار كابتن محمد في الموسم الماضي للأهلي 5 مباراة الأهلي حقق الفوز في 3 مباراة أمام المصري والإنتاج الحربي وأسوان وتعادل الأهلي في مباراتين أمام الجونة وبيراميدس فخلينا ننتظر إلى يوم الجمعة ودايما مسندة جمهور النادي الأهلي هي اللي حتكسبنا هذه المباراة أنا دايما بشوف كده مش أنا الواحدي كل الناس اللي عصرت الجمهور في المدرجات عارفة أن الجمهور ده له وزن وله مسندة كبيرة جدا جدا في ظهر اللعبية فإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة وبعد كده ننظر بقى لي ما هو قادم إيه اللي حيحصل بعد كده لأنه بعد كده بقى فيه ترتيبات أخرى حنتكلم عنها خلال الأيام القادمة إن شاء الله بكرة الخميس في مباراة في الجولة الثالثة في بداية الجولة الثالثة في الدولة الممتاز البنك الآلي والإسماعيلي كابتن طريق مجدي حكم للساحة وكابتن محمد سلامة للفار مصر المقصة وسيراميكا صبحي العمراوي حكم للساحة وكابتن مصطفى عصمان للفار الجونة وفاركو وليد عبد الرزق حكم ساحة وكابتن محمد يوسف فار والمقاولون العرب وطلع الجيش الكابتن إبراهيم نور الدين حكما للساحة وكابتن خالد الغندور في الفار وبيرامد زوال التحاد السكندري كابتن محمد معروف حكم للساحة وكابتن محمد عباس في الفار